موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة التعليم المتطور النهاردة هنالك الدرس جديد في اكتشف ده شف كيشي تو وهناخد المحور تاني واللي بتكلم عن العالم من حولي المحور الاول كان بتكلم على من اكون اما ده بتكلم عن العالم واول فصل فيه اسمه علامنا الطبيعي تعالوا مع بعض نشوف هناخد ايه الميس هنا جات سألت اطفال في الفصل ايه موضوع علامنا الطبيعي ده احنا ممكن نفهم ايه من الكلمتين دول شيء لم يصنعه الانسان شيء لم يصنعه الانسان جميل احنا عندنا حاجة طبيعية وحاجة صنوعية طب تقدر تقولي الطبيعي ده زي ايه ممكن يبقى ايه ما انا مش هقدر اقولك الطبيعي ده كيف لما اخرج برا العالم واشوف اخرج برا بيتي وابدأ اشوف العالم في ايه جالنا هنا الولاد مفروض خرجوا المدرسة في الفناء بتاعهم او في الحوش وبدأوا يدورواها الحاجات الخارجية فلاقوا شوية الحاجات دي اللي هو الكلب والزهرة والشجرة وهمامنا المدرسة والعصفورة والولد والعجلة والكور وقال الميس ساعتها قالت لهم انا محتاجة انكم تصنفهم الحاجات دي لكائن حي وكائن غير حي تعالوا مع بعض نراجع الكلمتين دول اللي احنا تكلمنا فيهم من كيجوان تكلمنا عن ان الكائنات الحية لها ايه لها خصائص بتميزها الكائنات الحية دي بتاكل وتشرب وتتحرك وتنمو وتتقاصر وتتنفس ايه ده تمانت خدت معاك العجل لا لا ما احنا كنا تكلمنا قبل كده وقلنا ان موضوع الحركة ده ممكن يبقى بيتحرك بس لا يتنفس ولا يأكل ولا يشرب خلاص فيعتبر من الكائنات الايه الغير حية يبقى لما نيجي نصنف الكائنات الحية هناخد معانا مين الكلب والزهرة والشجرة والولد والعصفور وعايزك تكتبهم يا بطل لان احنا خلاص بدأنا نكتب كلمات سهلة تعودنا عليها في منهج العربي يبقى الشطار يكتبوها طيب هنا الكائنات الغير حية زي المدرسة والعجلة والقرة تمام طيب اتفقنا علشان نعرف نستكشف الكائنات الحية والكائنات الغير حية لازم نطلع برا البيت بتاعنا ان المرودي او الدرس ده معتمد تماما على التجارب وعلى اكتشافنا فلازم نخرج لازم نبص برا البيت زي ما الولد ده خرج برا بيته وراح الحديقة عشان يكتشف الكائنات الحية والكائنات الغير حية يبقى نتطلب من بابا وماما ان احنا ياخدونا في جولة برا نروح النادي نبدأ نتفرج معظمنا بيروح يلعب بياضة فيبدأ يدور في النادي يشوف ايه الكائنات الحية والكائنات الغير حية ويعمل التجربة دي علشان في الشيط المفروض حيتحل بس ده بيعتمد على ان احنا لازم نخرج ونشوف ونكتشف اي مكان تخرج فيه لو جنينة او حديقة او ملعب المدرسة او اي حاجة حواليك لازم تخرج وتبدأ تبص وتصنف تشوف ايه الحاجات الكالحية والكائنات الغير حية فالولد ده خرج للحديقة حواليه علشان يكتشف ايه الكائنات الحية والكائنات الغير حية تعالوا مع بعض كده بص حواليه ايه لقى فيه شجرة اه كائنات حية وفيه ظهور وفيه فراشة كائنات حية صح؟ وهو ذات نفسه يعتبر ايه؟ كائن حي بالنسبة للكائنات الغير الحية تعالوا معايا نشوف كده فيه جنب الشغرة تحت كده في ايه؟ فيه كتاب واقف كده كتاب ده يعتبر ايه؟ لأ ده كائن غير حية لأ لا بياكل ولا بيش بحاجة واقفة كده طب والبلونة الطائرة دي ايه رأيكم؟ نصنفها طبع الكائنات الحية ولا غير حية؟ ما هي بتتحرك ايه؟ لا 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 ان ده كائنات غير حية دي انا بمفخها وبتحكم بيها وبلعب بيها طب بالنسبة للطيارة اللي بتطير فوق دي كائنات حية ولا غير حية؟ دي برضو كائنات غير حية فاتفقنا ان لازم نخرج بره علشان نقدر نكتشف ونعرف الفرق ما بينهم من علامنا الطبيعي طيب بعد ما خرجنا واكتشفنا وجمعنا عايزين بقى نصنف الأشياء اللي موجودة معاك اللي جائنات حية ولا غير حية فالشدة تجربة بعد ما هتخلصها بره حد تبتقى تجيب الحاجات اللي انت جمعتها او كتبتها في لستة معاك وتبتقى تصنفها وتشوف مين الاكبر فيهم العدد اللي انت جبته او جمعته في الكائنات الحية او الغير حية خلاص بس ده في الشيط المروضي بس انا جاية اقول لك وانت بتكتب وبتجمع وبتصنف عايزك تقول لي حاجة مهمة جدا ايه هي ان خصائص الكائنات الحية لها حاجات بتتميز بيها هي ايه اكل وحركة وتتنفس وكلام اه وكمان ايه وتنمو وتتقاصر عايزك تكتب لي الكلمان دي وبطل فيها واما الكائن الغير حي برضو ليه خصائص اللي هي لا يتنفس لا يتحرك لا ينمو لا 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 ممكن يتحرك كائن الغير حية ممكن ايه ممكن يتحرك طيب بيبقى برضو بيتحرك اه لا ينمو اه لا يتنفس ولا يأكل ولا يتكلم تمام اه تعالوا بقى ده لنا لفظ جديد اسمه ايه قالك ان مجموعة الكائنات الحية بتسمى احياء بتسمى احياء عايزك تكتب اللفظ ده وتبدأ تحطه في الدماج وتعرف ان الكائنات الحية يطلق عليها مصطلح احياء هنتكلم عن النبات جات الميس وقالت لهم انا النهاردة هتكلم عن النبات وحنبدأ بالتجارب كتير خليكم معايا علشان عايزين نعرف هنعمل ايه الميس قالت لهم النهاردة هنتكلم عن النبات وهنبدأ انهاط الجدول بتاع اعرفه ولا اعرفه وتعلمته اعرفه ان انا عرفت قبل كده في كي جي وان اجزاء النبات اللي هي ايه اللي هي الصاق والاوراق والجزور والزهرة تمام كنا اخذنا وظيفة كل جزء انا مش فاكر بس انا فاكر ان كان فيه صاق واقف كده ماشي هو اللي بيسند النبات تمام وكان فيه كمان جزور جزور هي اللي بتعمل ايه هي اللي بتطلع الاكل طيب افتقرتي ايه كمان لأنا مش فاكر لحد كده تبتعالي بقى ما اقول لك النهاردة وظيفة كل جزء بالتجارب بالتجارب اه دعا نعمل تجارب جميلة النهاردة ونبدأ نشوف في البداية الشيط اللي هطهولك عشان يفكرك اللي انت كنت اتعلمته في كي جي وان وهو ان اجزاء النبات اربعة اللي هي جزور اول حاجة ها جزور بتبدأ بحرف ايه انا بقول جزور تبدأ بحرف جيم بعد كده عندي اوراق اه اوراق يبقى هناخد حرف اه براف عليك شطار الف ها بعد كده في ساك ساك نطقة حرف سين واخر حاجة عندنا هنا زهرة ها زهرة قلنا حرف ايه الزين تعالوا نبدأ نشوف هنا عامل اغنية جميلة جدا لاجزاء النبات والاغنية بتحتوي على الاجزاء الخاصة بيه وكل وظيفة كل جزء يعني بيقول ان اجزاء النبات لها وظيفة كي يستطيع النبات ان يعيش الزهرة تعال نمثل موضوع الزهرة الزهرة بتبقى فين الزهرة في الاعلى يبقى الزهرة في الاعلى تصنع البزور يلا نرفع ايدينا الفوق والزهرة من اعلى تصنع البزور لكي تستطيع النباتات الجديدة ان تنمو فمعنى كده ان البزور بنقدر ناخدها من الزهرة اللي بنزرعها تاني وبتعمل ها نمو وتقاصر للنباتات تاني حاجة الاوراق في النبات اوراق بتعمل ايه قلنا انها بتصنع النبات تصنع الطعام وعن طريق عملية ايه هنقول كمان شوية عملية ايه اللي بتخلي النبات ايه ورقه هي يصنع الطعام الاوراق في النبات تصنع الطعام باستخدام اه هو قال لك هو ضوء الشمس خلاص يعني ضوء الشمس بيستخدم في صناعة طعام النبات والصاق في النبات تعلو وتعلو الصاق اللي هي وقفة دي مسك النباتات كل النبات كله خليها واقف ثابت تعلو وتحمل الماء الاعلى بتاخد المية من الجزور او من الارض وتبدأ تطلحها لجميع اجزاء النبات والجزور في النبات تثبته في الارض والجزور تثبته وتجلب المواد الغذائية والماء طيب معنى كده ان كل واحد ليه جزئية من الاول الجزور بوجودة فين موجودة في الارض والارض بيبقى فيها ايه موجود فيها المية والسماد والمواد الغذائية اللي بياخدها النبات معنى كده ان الجزور بتعمل ايه بتمتص ده كله وتقوم عطيال فوق يعني ايه بتتمتصه زي السفنجة عارفيني السفنجة بتحطها على المية وهي فاطي خالص تقوم ومتصة كل المية من على الارض تمام يبقى انت بتعمل كده الجزور بتعمل ايه بتاخدص المية والاااا المواد الغذائية وتديها المين واحز ان الصاق موزع للورق والزهرة يبقى هو بيوصل للاوراق والزهرة بيوصل لها المواد الغذائية ديان والمية طب الورقة بتعمل ايه الورقة بيبقى لونها اخضر دايما صح وبتبقى معرضة للشمس وبتقوم بعملية تكوين الغذاء لحد كده الموضوع سهل وقلنا الزهرة بيكون فيها ايه بيكون فيها البزور الصغنانة ديان اللي بناخدها الليل سمار ونبدأ نزرعها تاني وتعمل لنا نباتات جديدة تعالوا بقى نشوف التجربة اللي معانا هنا هو عايز يعرف وظيفة الاوراق وقلنا ان وظيفة الاوراق هي تكوين الطعام عن طريق ايه عن طريق الشمس الشمس بتعمل لنا حاجة اسمها البناء الضوئي هنحفظ الكلمة دي بس ونعرف ان هي بتتم العملية دي في وجود الشمس والماء والورقة اللي بتقوم بالعملية دي بس كده هناخده النهاردة النبات بيكون طعامه عن طريق عملية البناء الضوئي بوجود الشمس والماء خلاص والماء اللي بيبعتها له مين بيبعتها له الصق طيب هو بيقول لك هنا اضع ورقة شجرة تحت الصفحة واستخدم قلم وصاص وحرك القلم وصاص الى الخلف والى الامام برفق وفاق الصفحة على ورقة الشجرة يعني انت هتجيب الورقة وتحط ايه اططها على ورقة الشجرة وعايزك تعمل بصمة يعني هتمشي عليها بالقلم وصاص بالراحة كده هتجيب ورقة شجر ونعملها خلاص هنبدأ بقى التجاري ونبدأ نخش في المراحزات دي اول حاجة ان انت عايز تعمل بصمة لورقة الشجر وبعد كده هنخش في التجربة الاولى وهي تجربة ايه انت قلتلي دلوقتي ان الجزور بتوسط المية والغزة للساك والساك بيوصله للاوراق تمام طب انا عايز اثبت بالموضوع ده بالتجربة ان ازاي الساك دي بتوصل المية للورقة هو طالب من انا نعمل تجربة وهتقعد يوم او اتنين تعالى تعملها معي ازاي اول حاجة هتجيب نبات اللي هو الكرافس او اي النبات لونه اه ممكن ما هو تستخدمه في البيت اللي هي الخصبارة او الشبت او الكرافس الحاجات اللي هي الموجودة عندنا في البيت وهنجيب كوباية مية ونحط فيها شوية مية ونحط فيها اي لون من الوان الطعام يا بلاش اللون اللي هو الاصفر اه خليه لون احمر علشان خاطر اه يبان مع اللون الاخدر اه اللون الاصفر مع اللون الاصفر مع اللون الاخدر ده ما مش هيبق هيبقى باهد هيبقى صعب ان انت تلاحظه فاحنا عايزين لون الاحمر ده علشان ايه نلاحظه وبعد كده او نحطيني النبات جوه مين جوه الكوباية وحنسيبها لتاني يوم وحنبدأ نشوف ونلاحظ التجربة انا هقولك عالتجربة حيطلع ايه حيطلع ان يبدأ لون النبات اللي هو الورق ده يبدأ لونه يغمق كده ولون الاحمر يبدأ يوصله تعال اجربها وشوف التجربة ديان وايه وشوفها هتحقق ولا لا وبعد كده بيقولك ما الجزء الذي يحمل الماء الى اعلى دلوقتي احنا قبل ما نحط النبات حطنا بالايه بالصاق بتاعته يعني ما عنديش جزور تمام يبقى انا عندي هنا الصاق هي يبقى انا مجرد ان انا حطيت الصاق وانما وصلتها بالمية اللي هي لونها احمر يبدأ الصاق تاخد المية وترفعها للورق ده بيتم ازاي لان اصلا النبات عايز ياكل عايز دايما المية فالصاق لقت مية فبتسحبها هي مفرقش معها مية لونها احمر لونها ابيض ده هي عايزة تاكل عايزة تشرب فبتبدأ تسحب الايه المية يبقى دي وظيفة ايه الصاق اي مية تتحاط فيه فبتقوم ايه سحبها يبقى الجزء اللي بياخد المية الى اعلى هو مين هو الصاق طيب جات لنا هنا بقى صورة قصة النبات بتاع صارة تعالوا نقراها مع بعض سهل خالص يقولك صورة لديها نبات النبات بحاجة الى الطربة تمام انت بتيجي تزرع اي نبات عندك في البلكونة لازم يبقى فيه شوية طينة دي اللي هي الايه لالطربة والنبات بحاجة الى الهواء هو النبات انت بقى بتجيبه بتحطه بره في البلكونة عشان يبقى في الهواء ولا بتدخله جوه قوضة وبتحبسه في البيت لا بلازم يحتاج هواء والنبات بحاجة للشمس لازم الشمس ليه لان قلنا ان النبات الورقة الخضرة دي بتكون الغذاء عن طريق الشمس والمية والنبات بحاجة لاشعة الشمس خلاص تمام يبقى احتياجات النبات واحنا كنا تتكلمنا على فكرة السنة اللي فاتت عن احتياجات النبات بالتفصيل بس ما كناش تتكلمنا عن وظيفة كل جزء بالتفصيل كده خلاص يبقى احنا هنعمل التجربة وحنشوف موضوع ان الصاق بياخد المية للورق وتجربة صارة دي ان النبات نعزين نعرف احتياجاته فبيقولك ان يحتاج الشمس وبيحتاج المية وبيحتاج الطربة وبيحتاج الهواء اللي بعد كده بيتكلم على التنفس في النبات التنفس هو النبات عنده انف يتنفس بيها لا الانسان بيتنفس من الانف صح طيب هو النبات عنده انف لا انا ما شفتش في اجزاء النبات انف طب هو النبات بيتنفس ازاي النبات بيتنفس عن طريق حاجة اسمها تبادل الغازات تبادل الغازات مش فاهم يعني فيه غازين اللي هو غاز الاكسوجين تعال ناخد كده شهيق اللي انت تاخد نفس من الاف وتطرده ليه من بقك او من الفم تمام حصل ايه في المرحلتين دول انت بتاخد غاز اللي هو الاكسوجين وبتطرد غاز ثاني اكسود الكربون دي اسمها تبادل الغازات يعني بتبادل غاز الاكسوجين بغاز ثاني اكسود الكربون انت كانسان في عملية التنفس اما النبات ما بيتنفسش كده لطريقة تانية ما هنتكلم عليها بعد ما تكبر شوية في سنة ثلاثة او في ربع علشان تبدأ تعرفها بالتفصيل بس كل اللي يهمك ان النبات دلوقتي ما عندوش انف يتنفس بيها بس بيتنفس عن طريق تبادل الغازات والغازات اللي هي الاكسوجين وساني اكسود الكربون طيب هنعمل الغازات دي بتتبادل ازاي مع بعضها انت بتتبادل عن طريق الورقة بيبقى فيها ثقوب صغنانة يعني خرام صغنانة جدا بتبدأ تاخد الغازات دي وبتتنفس عن طريقها ولو انتو شايفين الميا اللي بتبقى على الورقة ده نتيجة ايه نتيجة التنفس ده بازاي اقولك هات ايدك كده وحط قدامها حطها قدام فمك وانفخ فيها هتحس ان هي حصل لها ايه هتحس ان هي دفت طيب هات مراية وقف قدامها وانفخ هتحس ان تحس ان تلاقي بخار مية او كطرات مية تكونت على الزجاج النبات نفس النظام عنده ثقوب صغيرة بيتكون عليها ايه زرات المية دي تعال نفهم بقى بالتجربة ايه الموضوع ده لو احنا جبنا البابل دين او العصاية وحطناها في المية وبدأنا ننفخ فيها بيحصل ايه بيطلع فقعات بيطلع ايه بيطلع فقعات الفقعات دي نتيجة ايه نتيجة الهوى اللي خرج من بق الطفلة دي ودخل جواها معنى كده ان هي تنفست هوى ودخلته جوا الفقع فعملت ايه عملت فقع طيب النبات بقى بيعمل ايه هو قالك هتجيب برضو تجربة تانية هتجيب كوباية فيها مية وتحط فيها ورقة الشجرة وتديب ورقة الشجرة تانية وتسيبهم وتشوف ايه اللي هيحصل هتلاحظ ان يبدأ فيه كطرات من المية تكونت على ورقة الشجرة كطرات ليه طب الورقة الشجرة اللي برا دي عليها كطرات لا معنى كده ايه معنى كده ان النبات ده تنفس تنفس وحصل تبدل الغازات وتكون البخار المية مش احنا قلنا البنت لما خدت نفس وقامت نفخة قوي فحصل ايه هصل ان الهوى داخل جوه الفقعات اه وعمل ايه وعمل الفقعات دي يبقى الفقعات دي اتعملت نتيجة ان النبات هو كمان تنفس وعمل فقعات اه انا كده فهمت اما النبات اللي برا ملقاش مية فما تنفسش وما عملش الفقعات فهمت كده بطل خلاص يبقى انا فهمت ان الهوى خلاص بيتنفس النبات بيتنفس هوى عن طريق تباتل الغازات وبيطلع فقعات المية دي اللي هي بتبقى من الدية بنسميها الندى على ورق الشجر تجربتين هنعملهم مع المراحزة الاولانية بتاعت النبات الكائن الحي والغير حي تعالوا بقى اخر حاجة هنتكلم عنها البيئة والبيئة ازاي بتأثر على النباتات يعني ايه؟ يعني انا خد زمان ان البيئة يا اما بتبقى حارة زي ما وجودة مثلا في الصحرة او دا فئة او جافة لأ هي حارة وجافة بتبقى فيه بتبقى في الصحرة وبردة بتبقى في القطب الشمالي او الجنوبي او في الاماكن البردة ودافية في المناطق اللي فيها دفا وفيها شمس طيب البيئة دي كل بيئة بيبقى ليها نبات انا عايز اعرف من دا ايه؟ هقول لك حاجة كلمة كده اسمها الموطن والموطن دا معناه اللي هي شكل البيئة اللي عايش فيها النبات جميل يعني ان بدا عايش في بيئة حارة ولا بيئة دافية ولا بيئة جافة وبعدين وعايزة بقى من الموطن دا ابدأ اطلع هو الصاق حيبقى شبه بعضه في كل بيئة من البيئة دي؟ يعني ايه؟ يعني اقول لك قلنا الصاق هو المسؤول عن امتصاص المية وتوصلها للاوراق والزهر طيب هي البيئة الجافة اللي زي الصحرة بيبقى فيها مية كتير؟ لا يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب ان النساق النبات تبقى سميكة قوي علشان تخزن مية كتير عشان النبات يقدر يعيش كميل جدا يبقى النبات اللي بيعيش في المية بتبقى صاق بتاعته تخينه؟ لا اما هو عايش في المية وعنتك عما التي سيقيه مية او عايش هو على سطح المية هو هيحتاج ليى صاق تخينه الصاق بتاعته بتبقى رفينة يعني انت لو جيت بصيط على ورد النيل اللي موجود داخل وفيما عن النيل بيبقى صاق وتبقى ايه بقي فينة لكن النباتات اللي بتعيش في الصحراء او في الاماكن البردة بتلاقيها دايما ساقها سميكة وتخينة علشان تشيل كمية مية كتير لان هم عندهمشوا مية فبتخزن المية عنده عشان يفضل يغزي النبات بالمية فالنبات يفضل عايش وما يتبالش سبحان الله يبقى عرفت من الموضوع ده ان ازاي البيئة بتأثر على شكل ساق النبات عجزك بقى ترسملي التلات او اربع بيئات دول شكل الساق من وجهة نظرك حيبقى ايه ولحد كده النهاردة خلصنا خلاص هتلاقوا الشرح الشيط دوان في ديسكريبشن بوكس اسفل الفيديو ولو عجبكم الفيديو شيروا لايك السلام عليكم